السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المواقع الواحد بيحبها بروم اي اي ليه لانه مواقع متخصص في العمارة ممكن تساهم في استقامات تانية غير العمارة لكن زي ما انت شايف كل الصور اللي محطوطة في العمارة فهو بيديك اداء مفيد هييفيدك في شورة بتاعك كسبك مستورة اللي جات من شوية عشان بس ايه اول السنة وكذا لكن اغلب الصور اللي هتلاقيها هتلاقيها في العمارة ان شاء الله فدي حاجة لازي جدا ان انت بتديك كلمة ومش هتفهم على وجه اخر لا هتفهم ان انت تقصد التعدل في صورة معينة يعني مثلا عندك sketch to render عندك مثلا AI generation بتديله تاكست تحاول العمارة لو قلت له كلمة تحتام المعنيين فتفضها على محمل العمارة لو قلت له كلمة تحتام المعنى واحد عندك هنا sketch render بتديله حاجة مكتوبة معمولة sketch معمولة على sketch up بشكل سهل جدا ويبدأ ان نعملها render تمام؟ ممكن نقول له creative vision خلينا نجرب sketch render تمام؟ هو اجيبلك بقى امثلة كتيرة حاجات عملت قبل كده في حاجات مثلا architecture في حاجات interior design في حاجات لاند escape في حاجات شغل اللي لجا حاجة هنا مثلا اقول له الصورة دي مثلا انا عايزها وقل له remix اه بصي بقى دي بقى الميزة اللي بش هتليجيها في اغلب المواقع تمام؟ هنا بيقولك انت ممكن تعمل ال render باكتر من شكل وحاجات خاصة بها حاجات معملية skyline modern مثلا بشكل ده هنا render mode دي بقى بيديك امثلة كتير جدا انت ممكن اقول لك ايه؟ طب انا هسبت لك المبنى وغير لك الحاجات اللي حواليها طب انا هعدل لك الدبس طب انا هعدل لك في outline طب انا هعدل لك في soft edge ففاهم ان المعمال يستطيع بيركز على concept خاصة ان اركز لك على concept وهكذا فدي اهم حاجة في الموقع دوت انه بيدي اختيارات تقدر تفيدك في شغل بتاعها او لو انا عايز concept مثلا لا ده انا عايز دبس concept وهكذا فتقدر تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تركز عليه في الموقع مبقاش فاهم انت عايز ايه؟ كل اللي فاهمه ان انت عايز تلون الحاجة فهو بيبدأ ان هو يلون لك الحاجة طيب خلينا نقول له generate ونبدأ نشوف الصور اللي هو عاملها طبعا ببلاش امكانات محدودة لكن بفلوس بيديك امكانات اكتر ويسرع لك العملية تمام؟ هنا بيقول 5 inquiry في 5 صور قبليك يعني انت وفد طبور واحد انت خلاص انت تدور عليك بقى تمام؟ فبدأ يعمل لك هوا ثلاث صور تبدأ تشوف ايه اللي انت عايز فيها ممكن تقول له ده هنا بيقولك ان انت بركز على concept tab remix و هكذا فكل واحد فيهم اه هيركز واحد فيهم ما ستقول له عدالي في الماتيريال فيبدأ يركز في الماتيريال و هكذا هيا دي الفايدة من أنا بستخدم render mode ممكن اقول له مثلا انا عايز conserving use of imagination طيب وهنا انا عايز تشعر بقى في و تبدأ تشوف لاندسكيب بزاين انت بحاجب الشكل ذوت احنا دوات architecture فخلينا في الarchitecture ممكن تقول له انا عايز element architecture geometric harmony بالشكل ذوت تمام؟ طيب الصورة بقى من هنا تقدر ان انت مثلا لو حتى نعملها تقدر تقول له لايك او ديسلايك تقدر تعمل edit للصورة تقدر تحولها للفيديو تقدر تعملها up skill تقدر تقول له وريني صور زيئها تقدر تقول له وريني save وكذا راحز الثلاث صور تتعامل مع بعض تتعامل مع بعض لكن اختلاف الطلب بتاعي ادى ان الشكل التحول يكون هم ثلاثة أربعين من بعض طيب دعونا نقول له مثلا احنا عايز نعمل soft ag هنا بي وريني الصورة قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد وممكن تقول له وبلش لا يوجد مشكلة ان نعمل بببلش للصور تمام الصور اللي دع جبك يعمل لها بببلش لانه اعتبر دعي لك هنا لو انت باعيس تكتب حاجة بوستف او نيجاتف برومت هنا تقدر تقول له بدل مودرن لا دعيس كلاسيك دعيس كلاسيك دعيس تبدأ تحدد ايه اللي انت عايزه مودرن فيلا او لا وهنا لو في حاجة مضايقية ممكن تقول له لا شلي الحاجة دي نيجاتف برومت يعني تقول له مثلا انا لا اعجز شوارع انا لا اعجز اشجور انا لا اعجز استحاب الحاجة اللي انت بشعرها ممكن ان انت تحذر ومن انه يستخدم تمام هنا تقول له ان اعجز الحاجات الخاصة بالفل المساندية وتقول له رندر يقول لي انت ستعرف لك الحاجات لمدة ثلاثين يوم اه اه بدأ يجيب لك الحاجة انا شايف ان انت وانت بتعمل الصور لو في اختيار انهما يبقى صورة واحدة بدأت تلاتة يجون افضل عشان ما تهدرش الصور بتحتك طيب هنلاقي هنا اي اي جنريشن ان انا الديلوتيكيست هو يبدأ يعمل لي الحاجة اللي انا عايزة مثلا مودرن فيلا انجيبت وبعد كده هاختار الحاجة اللي انا عايزة ماشي انا طبعا نعايزين نخليها مثلا الاركتكتشور ونحدد انه بقى اي حاجة من الاركتكتشور اللي موجود هنا عندك انواع كتر جدا تشوف ان نوع اللي انت عايزه الاسكيل اللي انت عايزه ونقل جنريشن ثلاث صور دول كنا موجودين قبل كده تمام اتكبر صورة لو عايز تمسح الصورة اتكبر صورة اتكبر صورة اتكبر صورة اتكبر صورة السميح اتكبر صورة هذة 60 هذة هذة توزيع estoy رلايت لدينا ريلايت بيعيد توزيع الإضاءة بحيث لو كان هناك مشكلة في الإضاءة بدلا من تعمل رندر ثاني تقدر تقول له وريني الإضاءة تعمل زي